أن أمر بالرجوع رواية جميلة جدا في أحاديثنا في ثقافتنا الشعبية العراقية أكو بعض الحشي من نسمعه نقول هذا تحط على الجرح يطيب الجرح أكو كلام من تسمعه فعلا إذا تحط على الجرح الجرح يطيب هذه الرواية من هذا اللون إذا ما وضعتها على الجراح فإن الجراح ستندمل ستشفى أقرأ عليكم من الجزء الثاني عشر من بحار الأنوار لشيخنا المجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي الصفحة الخامسة والثلاثون إنه الحديث الثاني عشر بسنده عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه عن موسى بن عمران عليه السلام لما رأى حبالهم وعصيهم كيف أوجس في نفسه خيفتان ولم يوجسها إبراهيم عليه السلام حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار سؤال جميل إسماعيل ابن الفضل الهاشمي يسأل الصادقة المصدقة صلوات الله عليه عن موسى بن عمران كيف أوجس في نفسه خيفتان في هذه الحادثة التي كنا نتحدث عنها أما إبراهيم حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار لم يتوجس خيفتان ما السر في ذلك فقال إمامنا الصادق هذا هو الحشي اللي أقول لكم عليه من تحط على الجرحيط فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل رجعنا 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 إلى محمد وآل محمد فإبراهيم جده إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل ولم يكن موسى كذلك فلهذا أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها إبراهيم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر